أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر أن ما تحقق في مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة على صعيد التنظيمات الدستورية وحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان وإشاعة الديمقراطية يبعث على الفخر والاعتزاز فقد حققت البحرين في عمر قصير من الزمن إنجازات عظيمة في هذه الميادين جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بقصة القضيبية صباح اليوم لسمو الشيخ عبدالله بن خالد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي سيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من الوزراء والمسؤولين بالمملكة وخلال اللقاء أكد سموه أن الحكومة حريصة على مد مضلة التعاون مع السلطة التشريعية وقال سموه تفعيلا للتعاون بين السلطتين ومن مبدأ الشراكة بينهما فقد وجهنا اللجنتين المدنية والأمنية لإطلاع المجلس الوطني على منفذة الحكومة من توصيات المجلس الخاصة بالتصادي للإرهاب وحماية المجتمع منه لافتا سموه إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان لأجل هدف واحد وهو رفعة هذا الشعب وازدهاره في ظل بيئة ينعم فيها المواطن بالأمن والأمان والاستقرار اشتركوا في القناة